بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة سيهام الوعلم معاهد وبرعمة تربية الفكرية للمرحلة المتوسطة سوف نقوم بمراجعة درس من مادة لغتي للصف الثالث متوسط أولا حتى نستفيد سويا من هذا الدرس هناك قوانين للتعلم عن بعد سوف نتفق عليها ونطبقها كما تعودنا ما هي قوانين التعلم عن بعد؟ أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك أقوم بتجهيز جهاز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس ومن ثم ماذا أفعل؟ أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز بعد ذلك أحرص على أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق ومن ثم ماذا أفعل؟ أجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس وأحرص على أن أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية أيضا من قوانين التعلم عن بعد؟ يجب علينا طلاب وطالبات أن نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى أستفيد من هذا الدرس وبعد الانتهاء من الدرس كما تعودنا نقوم بترتيب أدواتنا المدرسية بالحقيبة المدرسية وفي المكان المخصص لها الآن سوف نراجع درسنا السابق من خلال استرجاع ذكرياتنا من خلال استراتيجية شريط الذكريات نقرأ الكلمات التي سوف تظهر على الشريط الذي أمامي يلعب أحمد في الحديقة هي جملة من الجمل التي تعرفنا عليها في السابق من أنواع الجمل في اللغة العربية ولكن جملة فعلية أم اسمية إذن جملة بدأت بيلعب هو فعل إذن هي جملة فعلية سوف نراجع سويا طلابي وطالباتي موضوع درسنا السابق وهو معرفة الجملة الفعلية ما هي أنواع الجمل في اللغة العربية؟ نتذكر سويا أنواع الجمل في اللغة العربية جملة اسمية أحسنتم وجملة فعلية الجملة الاسمية تتكون كما قلنا سابقا من مبتدى وخبر كما في الجملة التي أمامي السماء صافية أما الجملة الفعلية فهي تتكون من فعل وفاعل وتبدأ بفعل نقرأ الجملة ذهبت نورة إلى الحديقة هي جملة فعلية إذن موضوع درسنا معرفة الجملة الفعلية يوجد لدي بعض الأهداف التي سوف نحققها بإذن الله مع الطلاب والطالبات الهدف العام معرفة الجملة أن يتعرف الطالب والطالب على الجملة الفعلية أما الأهداف الخاصة يسمي الطالب والطالب الجملة الفعلية بشكل صحيح يميز الطالب والطالب الجملة الفعلية بشكل صحيح بعد ذلك يستخرج الجملة الفعلية بين الجمل بشكل صحيح وأخيرا يقرأ الطالب الجملة الفعلية بشكل صحيح وبعد ذلك يكتبها بشكل صحيح بماذا تبدأ الجملة الفعلية؟ هل تبدأ باسم أم بفعل من خلال استراتيجية النصف الآخر نقوم بإيصال الجملة الصحيحة تبدأ الجملة الفعلية بماذا؟ أحسنتم تبدأ الجملة الفعلية بفعل كما ترون أمامكم يقرأ أحمد الكتابة يقرأ أحمد الكتابة بدأت هنا الجملة بفعل وهو يقرأ من هو الذي يقرأ؟ من هو الفاعل بهذه الجملة؟ أحسنتم هو أحمد إذن يقرأ أحمد الكتابة يتلو خالد القرآن يوجد أمامي جملة من أنواع الجمل يتلو خالد القرآن هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ أحسنتم هي جملة فعلية بدأت بفعل وهو ماذا؟ وهو يتلو أحسنتم ننظر إلى الصورة التي أمامي ونضع جملة مناسبة للصورة التي أمامي يوجد هنا أم ماذا تفعل؟ هي تفعل؟ فعل ما هو؟ أحسنتم تطبخ إذن تطبخ الأم الطعام هي جملة مناسبة للصورة التي ظهرت أمامي وجملة فعلية نقرأ الجملة يقرأ أحمد الكتابة كما ترون أمامكم أحمد ماذا يفعل هنا؟ يقرأ إذن هي جملة فعلية بدأت بفعل من هو الفاعل بهذه الجملة؟ هو أحمد أحسنتم يقرأ هو الفعل وأحمد هو الفعل تشربوا هندو العصيرة أين هو الفعل بهذه الجملة؟ إذن بهذه الجملة الفعل هو تشرب أحسنتم تشربوا هو الفعل أما الفاعل هنا من هي التي تشرب؟ سوف نقوم بوضع دائرة على الفاعل وهو هندو إذن هندو هي الفاعل بهذه الجملة الآن سوف نقوم بإدارة القرص الدوار ونقوم بقراءة الجملة التي سوف يشير إليها السهم الأحمر نقرأ الجملة التي سوف يشير إليها السهم الأحمر أشار السهم الأحمر للجملة باللون الأصفر نقرأها يلعب محمد بالكرة هي جملة فعلية أم اسمية؟ ننظر إلى بداية الجملة فعل إذن هو يلعب أحسنتم الفاعل هنا هو محمد إذن هي جملة فعلية نقرأ الجملة يسقي خالد الزهور كل صباح ننظر إلى بداية الجملة بدأت الجملة هنا بماذا؟ بفعل أحسنتم يسقي هو الفعل أما خالد فهو ماذا؟ أحسنتم الفاعل الفاعل هنا هو خالد إذن هي جملة فعلية بدأت بفعل وفاعل استراتيجية ساعة البريد لنساعد كما تعودنا ساعة البريد في إيصال الرسائل التي تحتوي فقط على الجمل الفعلية سوف نقرأ سويا الرسائل التي يحملها ساعة البريد لنساعده في إيصال الرسائل التي تحتوي على ماذا؟ على الجمل الفعلية فقط نقرأ الرسالة في الظرف الأول ذهبت نورة إلى الحديقة ذهبت نورة إلى الحديقة هل هي جملة فعلية أم اسمية؟ ذهبت بدأت بماذا؟ بفعل أحسنتم من هو الفاعل هنا؟ نورة أحسنتم إذن هذه الجملة هي جملة فعلية سوف نقوم بإعطائها لساعة البريد لأنه يريد فقط الجمل الفعلية ننظر إلى الرسالة في الظرف الآخر ونقرأ الجملة أحمد طالب مؤدب هل هي جملة فعلية أم اسمية؟ بدأت بماذا؟ أحمد بإسم أحسنتم إذن هذه جملة اسمية لا يريدها ساعة البريد سوف نقوم باستبعادها تبقى لدي ظرف واحد سوف نقرأ الجملة بهذا الظرف قرأ أحمد الدرسة قرأ هو فعل أحسنتم الفاعل هنا؟ أحمد أحسنتم إذن هذه جملة فعلية يريدها ساعة البريد سوف نقوم بإعطائها لساعة البريد ليقوم بإيصال الجمل الفعلية الآن لدي بعض الأنشطة سوف نقوم بحلها سويا سوف أقوم باختيار عدد من البالونات سوف نختار بالون واحد ونقرأ الجملة في هذا البالون بالرقم اثنان ظهرت لدي جملة نقرأها سويا أكل خالد التفاحة أين هو الفعل في هذه الجملة؟ سوف نقوم بوضع دائرة على الفعل أين هو الفعل هنا؟ أحسنتم أكل هو الفعل سأقوم بوضع خط أسفل الفاعل من هو الفاعل في هذه الجملة؟ من هو الذي أكل؟ أحسنتم هو خالد إذن خالد هنا هو الفاعل أكل خالد التفاحة هي جملة فعلية سوف نقوم بترتيب الكلمات المباثرة لنكون جملة فعلية ثم نقرأها بعد النظر في الصورة أريد منكم مساعدتي في ترتيب هذه الجملة لنقرأها سويا ننظر إلى الصورة التي أمامي هي صورة لماذا؟ لولد وفتاة يقوم بمساعدتها أو يقوم باللعب معها نقرأ الجملة يلعب أحمد مع أخته إذن يلعب أحمد مع أخته هي جملة فعلية بدأت بفعل وهو يلعب والفاعل أحمد نقرأ أو نقوم بترتيب أولا الكلمات المباثرة لنقرأ الجملة يرتب محمد سريرو أريد منكم الآن قراءة الجملة الفعلية التي ظهرت أمامي يرتب وهو فعل أحسنتم محمد سريرو هي جملة فعلية بدأت بفعل وهو يرتب وفاعل وهو محمد ما نوع الجملة التي أمامي؟ يرتب خالد الكتب جملة فعلية أم اسمية؟ أحسنتم هي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل لدي بعض من أنشطة الكتاب سوف نقوم بحلها سويا أصل الجملة الفعلية بالدائرة أريد منكم الإجابة بنعم يرفع العلم صاحبه جملة فعلية أم اسمية؟ يرفع العلم صاحبه أحسنتم جملة فعلية سيارة أبي لونها أزرق سيارة هل هي فعلة أم اسم؟ أحسنتم اسم إذا نستبعدها البيت نوافذه كبيرة أيضا البيت اسم وليس فعل وأخيرا تقرأ هيفاء القرآن إذن تقرأ أحسنتم فعل نقوم بإيصالها إلى الجملة الفعلية إذن طلابي وطالباتي تدربنا سويا وقمنا بمراجعة درس الجمل الفعلية قمنا بقراءة الجمل الفعلية سويا وطريقة تمييز الجملة الفعلية واستغراجها من بين عدد من الجمل شكرا لحسن استماعكم كانت معكم معلمة سيحان الوعلى ترجمة نانسي قنقر